هلا الله فيكم معكم في الدشيحة سوينا تصويت او قناة لكم تساعدونا ايش الشي اللي مضايقكم في لعبة سكروا و اللي مجننكم فيها اكثر الناس قالوا الدب هذاك المربط اللي هو بالسلاسل طبعا عساسة بيكن تفهم من حاجة هذا الوحش في اكثر من طريقة تفوز عليه وفي طريقة مثالية جدا تفوز عليه بحيث انك تحتاج سلاح النار لانه نقطة ضعف النار لكن عشان تجيب هذا السلاح لازم تروح للماضي وتخلص هناك بوسين او ثلاثة وارا بعض عشان تقدر تحصل على هذا السلاح وطبعا هذا شي مرة صعب على واحد تهوى مبتدأ للعبة عشان كده دوي الطريقة بحيث انه تسهل عليك انت كمبتدأ للعبة وتقدر تعدي هذا البوس لكن لازم فيها تعب شوي وتركيز معاه اول شي تحتاجه تحتاج يكون عندك سلاح معين يساعدك في هذه المهمة السلاح هذا الكراكرز او العاب النارية او التلطيع هذا السلاح تلقاه عند بياع معه غربان هو اسمه الغراب او بياع الغراب عشان تروح له لازم تروح من عند المكان هذا اللي تشوفونا قدامكم بعدين لازم تسلقون زي ما تشوفونا انا قاعدة نسوي الحين بالفيديو طبا صعب ان اقولكم بالضبط ومكانه لكن اقرب شي يقولكم راح تلقونا جنب البيت او المعبد الصغير اللي فيه العجوز اللي تعطيك الجرس هذا اقرب شي قد او رسلكم اياه وبعدين راح تلقون تلقون هذا البياع قدامكم تروحون تكلمونا تشترون حاجة اسمها روبرتز فاير كراكرز قيمتها 500 سن سن طبعا عملة اللعبة اذا ما كان عندك فلوس زي ما انا صال لي هنا ايش سويت عندي محفظة او محافظة تجمعها في اللعبة تلقا في اماكن او لما تجمع فلوس معينة تتحول الى محفظة تقل تروح الايتم عندك بكل بساطة وتفتح هذه المحفظة وتطلع لك انا فتحت لي واحدة وطلعت لي الف سن وبكذا شرينا الفاير كراكرز والجهازنا نروح نجلز الدب هذاك المربط اوكي والحين بعد ما اخذنا روبرتز فاير كراكرز صرنا جهزين ان نروح نواجه الدب المربط الله ياخذه طيب الحين اول شيء نسوي انك تتحاول تتسلل من جهة اليسار وتنزل من تحت بعدين في درجة اطلع فوق على اليسار بس درجة صغير وروح من وراء وارقى هذا الجدار بتلقى اثنين جلسين ركز على اللي لابس قبعة او لابس طقية القش هذه لان هذا اقوى من الثاني يبي ينشب لك فاقترب طريقة تسلل وبعدين ركز على هذاك هذاك عاد يجيك طريقتين احيانا يقد يطالع فيك وما يسوي شيء فيمديك تضرب عطل كومبوس هريعة تطقها واحيانا ينشب لك يجيك اول ما تقوم اول ما تخلص من هذاك يضربك على طول فانت احتياطا اول ما تخلص من هذاك اضغط زر اليصد او ضر الكاونتر حقك او الباري لانه اذا ضربك تسلل لباري بعدين مرة ثانية يسوي باري ثانية لان هذاك يضربتين ورا بعض وبعدين اضربه بالسيف ضربتين وبتكسر الصد حقه وتذبح على طول وتفتك منه لما تخلص منه تمشي بالدرج بتلقى المربط نصيحتي اركضه على طول لما تركضه بتلقى المربط اقعد ضرب فيه ضرب فيه ضرب فيه الين ما تنكسر شسلتها اول ما تكسر شسلتها اضغط زر التفادي بحيث انك تروح ورا وين تروح تروح فوق هناك بتلقى واحد معا رمح هذا اذا تركته بينشبلك ويزعجك فعلى طول رح لركض عندك اسلوبين تروح له لما يجم عليك اذا عندك الميكري كونتر اللي تضغط زر بي تضرب يدوس الرمح وتضغط لها على طول كان بيها اذا ما عندك تفادى يمين او تفادى يسار وضربه كومبو بسيط جدا بيموت على طول مو صعب بعدين لف الكاميرا ورا على طول وطالع بتلقي العملاق قرب منك على طول رح مننا من الجهة ثانية وانحاش وانزل تحت عند منطقة الدرج الحين لازم تسوي شي اول شي تركز ان هذا العملاق بيزعجك في المسكات فدائما لما يجيه بسوي زر المسكة يطلع لك علامة الكانجي اللي فوق الحمرة دائما انقز بعدين اضغط اكس مرة ثانية عساس تدوسها وتنقز اعلى لما تسوي كذا راح تقير تبعد عنها ولما تبعد عنها ويحاول يمسك وما يقدر يمسك راح يجي مؤشر صغير جدا لحظات صغيرة فوقه اضغط زر ليمسك لما تمسكه راح يدوخ شوي بهذا الدواخان طقه كومبو سريع وبعدين ارجع ورا انقز على ورا بعدين شا تسوي تساخدم الكراكرز الكراكرز تفيدك اذا كان بيد عنك شوي تساخدم الكراكر يبيخاف كذا بيقعد يرجع على ورا سوي كومبو سريع بضوش نفس الشي ويستخدم الكراكر عليه ولما تسوي هذه الخطوات كلها راح تقدر في النهاية انك تنتصر عليه هذه طريقة المحترفين اللي تقرى تفوز عليه وما تحتاج سلاح النار ولا تحتاج انك تحكره بجدار او تحكره عن درج وهذا الاسياء وهذه كانت نصيحتي او استراتيجيتي كيف قدرت تعلمكم بتفوزون على البوز العلا هذا ان شاء الله في فيديوهات ثانية لعبة تسكروا البوز الثانيين واشياء ثانية يعطيك بعض المتابعة كما وكن في هذه الشيحة لا تنسوا نزر اشتراك القناة وايضا اللايك الفيديو مع السلامة